الإنسان عنده دائرة من الاختيار التي هي تحت حكومة الله ويمتحن فيها الإنسان إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وحملها الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا حملها الإنسان فبعض التفاسير يقول هذه هي الإرادة والاختيار في نطاق محدود وضمن حكومة الله ضمن مشيئة وإرادة الله حملها الإنسان فهنا على هذه الأمانة التي حملها احتاج إلى عقل واحتاج إلى أنبياء وإلى رسل وإلى أئمة وإلى كتب سماوية احتاج إلى كل هذه الأمور كي ينضبط في سلوكه ينضبط ضمن الحركة التكوينية فجاءت هذه الأوامر التشريعية التي هي مثل الكتالوج التي ينزل مع كل جهاز مصنع المعمل ينزل المصنع ينزل الكتالوج هذا الجهاز يعمل كذا وكذا افعل ولا تفعل حتى لصالح الجهاز فهذه الكتب هي أيضا كتالوج لهذا الإنسان افعل ولا تفعل حتى تنسجم حركة الإنسان حتى ينسجم سلوك الإنسان مع السلوك الكوني مع الحركة التكوينية ترجمة نانسي قنقر